اشتركوا في القناة الاسماء الخمسة وهو من الموضوعات الجديدة عليكم لاجل الالمام به تعالوا معي لنقرأ النص الاتي النص ابو علي رجل طيب يملك حانوتا للبقالة في حينا كان ذا اخلاق نبيلة في تعامله مع الناس وكان اخوه يساعده في البيع والشراء يمد يد المساعدة الى حميه الذي يقعده المرض منذ سنين وحين نحييه في الصباح لا ينطقفه الا بالكلمة الطيبة يوصينا دائما وهو يقول احترم اباك واعطف على اخيك وكن رفيقا الذي خلق الرفيع وبالوالدين احسانا كان يبيعنا الحلوى من بقالته والكلام الطيبة من لسانه تأمل عزيز التلميذ الجمل التي وردت في النص وانتبه الى الاسماء المكتوبة بلون احمر ابو علي رجل طيب احترم اباك وقولنا خذ النصيحة من ابيك تجد عزيز التلميذ كلمة ابو وردت باشكال مختلفة ففي الجملة الاولى جاءت مرفوعة ابو ابو علي رجل طيب لانها مبتدأ والمبتدأ كما تعرفون مرفوع وعلامة رفعه هنا ليست الضمة بل الواو وفي الجملة الثانية احترم اباك جاءت كلمة ابو منصوبة ابا لانها مفعول به والمفعول به منصوب وعلامة نصبه هنا ليست الفتحة بل الالف بل الالف في كلمة اباك وفي الجملة الثالثة جاءت كلمة ابو مجرورة ابيك لانها سبقت بحرف الجر من وعلامة جرها ليست الكسرة بل الياء في كلمة ابيك وتعرب مثل هذا الاعراب لكلمة ابو الوارد في الامثلة السابقة اسماء اخرى هي اخو حضر اخوك يحترم الناس اخاك سلمت على اخيك حمو حمو مريم رجل فاضل تحترم المرأة حماها انا اثق بحميها فو بمعنى فم فو كنظيف يغسل احمد فاه كل يوم لا تدخل الاشياء الغريبة الى فيك ذو بمعنى صاحب ذو الاخلاق الحميدة محبوب يصادق العاقل ذا الاخلاق الحميدة لا تقبل بذي الاخلاق الحميدة بديلا اعزاء التلاميذ اذا هي خمسة اسماء ترفع وعلامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبها الالف وتجر وعلامة جرها اليا وتسمى الاسماء الخمسة ويشترط فيها كي تعرب هذا الاعراب ان تكون مفردة وان تكون مضافة الى اسم ظاهر او ضمير عداياء المتكلم كما في هذه الامثلة اولا ذهب اخوك الى العمل ثانيا كن عونا الذي حاجة ثالثا لعل اباك قادم رابعا زن القول قبل ان تلفظه من فيك خامسا حمو زينب رجل متعلم اعزاء التلاميذ من خلال ما تقدم يمكن ان نصل الى القاعدة الاتية عن الاسماء الخمسة اولا الاسماء الخمسة هي ابو اخو حمو فو ذو ثانيا الف ترفع الاسماء الخمسة وعلامة رفئها الواو مثل ابو حامد رجل فاضل با تنصب وعلامة نصبها الالف مثل يحترم المهذب اباه جيم تجر وعلامة جرها الياء مثل يقتدل ابن بابيه ثالثا يشترط في اعرابها بالحروف ان تكون مفردة ومضافة الى اسم ظاهر او ضمير عداياء المتكلم اعزاء التلاميذ كما في كل درس من دروس القواعد تكتمل الفائدة بحلنا للتمرينات والتدريبات بالاعتماد على القاعدة التي تعلمناها وتطبيقها عند الحل وهذه جملة من التمرينات تعالوا معي لحلها امثلة في الاعراب اولا نجح اخوك في الامتحان الحل الكلمة اعرابها نجح فعل ماض مبني على الفتح اخوك اخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير مضاف اليه في حرف جر الامتحان اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة ثانيا يحترم الناس ذا الدين والأدب يحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ذا الدين ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لانه من الاسماء الخمسة وهو مضاف والدين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره والأدب الواو حرف عطف الأدب اسم معطوف على الدين مجرور وعلامة جره الكسرة في آخره تمرين استخرج الأسماء الخمسة من الجمل الآتية وأعرفها أولا المؤمنون أخو المؤمني ثانيا لا تضيع نصيحة لذي تجربة ثالثا ثالثا ضع يدك على فيك عند التثاؤب رابعا كان أبوك ذا علم خامسا لعل أخاك مقبل الحل نعمل الجدول الآتي الأسماء الخمسة إعرابها في الجملة أولا أخ إعرابه خبر مرفوع وعلامة رفئه الواو في الجملة الثانية ذي اسم مجرور بحرف الجر اللام وعلامة جره الياء في الجملة الثالثة في كلمة فيك اسم المجرور بحرف الجر على وعلامة جره الياء في الجملة الرابعة كان أبوك ذا علم أبو اسمه كان مرفوع وعلامة رفئه الواو وذا علم ذا خبر لكان منصوب وعلامة نصبه الألف في الجملة الخامسة لعل أخاك مقبل أخا اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الألف تمرين أكمل ما يلي باختيار ما يناسب الفراغ من الكلمات الآتية ثم بين السبب الكلمات ذا العلمي ذا العلمي ذا العلمي أولا أثنى المدير على فراغ نلاحظ عزيز التلميذ وجود حرف الجر على قبل الفراغ مما يعني أن الاسم الذي سنكتبه في الفراغ اسم المجرور ولأننا عرفنا أن الأسماء الخمسة علامة جرها الياء فسنختار ذي العلمي فيكون الحل الصحيح هو أثنى المدير على ذي العلمي ثانيا فاز فراغ بالجائزة نلاحظ الجملة الفعلية بحاجة إلى فاعل والفاعل يجب أن يكون مرفوعا وبالعودة إلى الأسماء مما بين الأقواص نجد أن المرفوع منها الذي يمكن أن يكون فاعلا ونكمل به الجملة هو ذو العلمي وذو من الأسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفئه الواو فيكون الحل فاز ذو العلم بالجائزة في الجملة الثالثة نجد جملة فعلية من فعل وفاعل يحترم المعلم فراغ ولكي تكتمل الجملة بما يتم معناها فهي بحاجة إلى مفعول به وأكيد أن ذو العلمي الوارد بين قوسين في منطوق التمرين هي التي تصلح للفراغ لتكون الجملة كالآتي يحترم المعلم ذو العلمي لأن المفعول به منصوب وذا من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه الألف ويكون الحل لهذا التمرين كالآتي أولا أثنى المدير على ذو العلمي ثانيا فاز ذو العلمي بالجائزة ثالثا يحترم المعلم ذو العلمي تمرين آخر ضعف المكان الخالي اسما من الأسماء الخمسة وبين علامة إعرابه أولا أعطف على فراغ الأصغر الحل أعطف على أخيك الأصغر وعلامة إعرابه الياء لأنه اسم المجرور بحرف الجر على وهو من الأسماء الخمسة ثانيا لا تلعب بفراغ الحل لا تلعب بفيكة الباء حرف جر وفيه اسم المجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة ثالثا عادة فراغ من المدرسة الحل عاد أبوك من المدرسة أبو فائل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة رابعا يحب الناس فراغ الأخلاق الحميدة الجواب يحب الناس ذا الأخلاق الحميدة ذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة خامسا فراغ زينب رجل متعلم الحل حمو زينب رجل متعلم حمو مبتدأ والمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه هنا الواو لأنه من الأسماء الخمسة تمرين استعمل كل اسم مما يأتي في ثلاث جمل بحيث يكون في الأولى مرفوعا وفي الثانية منصوبا وفي الثالثة مجرورا أخو فو ذو أولا ليس أخوك مهملا لعل أخاك حاضر سلمت على أخيك ثانيا فوك نظيف تغسل فاطمة فاها كل صباح ومساء ضع يدك على فيك عند التثاؤب ثالثا ذو الأخلاق الحميدة محترم يحترم المعلمون ذو الأخلاق الحميدة تمرين آخر في الإعراب أعرب ما يأتي إن أخاك من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه ذو علم ذو خبر إنه مرفوع وعلامة رفئه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر في آخره الجملة الثانية كان أبوك كريما كان فعل ماض ناقص يرفع المبتدى اسما له وينصب الخبر خبرا له أبوك أبو اسم كان مرفوع وعلامة رفئه الواو لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه كريما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره تمرين اسمع من تراثنا بيت المتنبل آتي ثم أجب عن الأسئلة التي سنطرحها عليك عنه ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخذ جهالتي في الشقاوة ينعم الأسئلة ألف عين كل اسم من الأسماء الخمسة واذكر معنى الأول الجواب الأسماء التي وردت في بيت المتنبي هي ذو وأخه ومعنى ذو صاحب فذو العقل تعني صاحب العقل با ما ما علامة إعراب كل اسم من الأسماء الخمسة في البيت ولماذا ولماذا من الأسماء من الأسماء من الأسماء الخمسة والجهالة بعد أخه دال اجعل المضاف إليه ضميرا بعد الإسم الثاني وغير ما تراه في الجملة الحل هذا جاهل وأخوه في الجهالة ينعم عزيز التلميذ بعد هذا العرض لموضوع الأسماء الخمسة يمكن أن نلخص إعراب الأسماء الخمسة التي هي أخو أبو ذو فو حمو بالآتي تعرب مرفوعة وعلامة رفئها الواو وتعرب منصوبة وعلامة نصبها الألف وتعرب مجرورة وعلامة جرها الياء إلى هنا عزائي أبناء تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي نكون قد أنهينا درس القواعد لموضوع الأسماء الخمسة على أمل أن نلتقي بكم في درس جديد فإلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر